صبر الصبر المطلق الصبر الذي لا حدود له شما كل سوم كانت بتقول للصبر حدود؟ لا هنا بقى مفيش حدود للصبر بجد العمر المناسب لبدء تعليم الطفل مهارة التحكم الإراضي في التبول والتبرز هو بعد سن السنتين لازم يكون الطفل عدى السنتين خلاص فيه أوقات بيكون الطفل عدى السنتين ويكون الوقت بقى خلاص شتة صحي كده مفيش تعليم في الشتة كويس التعليم ما بينجحش في الشتة التعليم بيبدأ في الأجواء المعتدلة والأجواء الحرة التعليم في الشتة بيبقى صعب جدا فعشان كده ما نحكمش بقى دماغنا ولا نحكم رأينا زي ما بيقولوا وأن الطفل تم ساتيق يلا لا ما احنا برضو مرتبطين بعوامل خارجية وطاقس وعوامل مناخ لأنه في الأجواء الباردة التبول أصلا بيزيد بيبقى كتير جدا فبيبقى صعب خلاص سنتين وشهر سنتين وشهرين سنتين ونص سنتين و8 شهر سنتين و7 شهر سنتين ويكون عدى السنتين ولهذا الأمر أسباب إش معنا بعد سنتين يعني ليه مش بادري أولا لأن هذا هو الحد الأدنى من العمر اللي بيكون فيه ابنك أو بنتك قادرين على استيعاب المعلومات الخاصة بهذه المهارة هذه المهارة اللي هتفضل معاه طول عمره